من مستوطنة كريات شمونة اللي أكلت الحرايق رداً على حرق إسرائيل للأراضي اللبنانية هدد نتنياهو لبنان بالحرب وقبل بكم ساعة من نفس المستوطني هدد الوزير اليمين المتطرف إتمر بن جبير بحرق حزب الله سببين أساسيين ورد تهديدات الإسرائيلية أولاً الوضع الميداني التصعيد على الحدود بلاش ياخد منحة جديد مع كمية العمليات وشكلها ونوع السلاح اللي عم يستخدموا حزب الله بآخر كم أسبوع قبل الرد على الاحتلال بمعادلة حريق بحريق في خمس نقاط بتدل على حجم التصعيد الميداني بوجه الجرائم والمجازة الإسرائيلية بجنوب لبنان استهدف الحزب نهرية أكبر مستوطنات ساحل عكا الشمالي استخدم كسافة نيران وصلت لألف صاروخ بشهر أيار استهدف قاعدة عسكرية بعمق 32 كم داخل فلسطين نفس غارة جوية بمسيرة مقاتلة أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 هيده كلها نقاط بتدل على أنه الاحتلال بعده عالآن بمقزق الأمن بالشمال وغاطس بمعددة المهجرين يلي مش قادر يرجعون عمستوطناتهم تانياً فشل مساعي التهديئة قبل قاموس هوكستين وبعده عم تفشل محاولات الفصل بين جبهة جنوب لبنان وجبهة غزة وحزب الله مصر على ربط السيحتين قبل التهديدات الإسرائيلية وبعده قرارنا أن لا نوسع المعركة ونحن لا نريد حرباً شاملة لكن إذا فرضت علينا نحن جاهزونا لها لن نسحب من الميدان حتى بايدن كأنه سلم بترابط الجبهتين واعتبر أنه طرحوا لوقف إطلاق النار بغزة بيودي لضمان أمن إسرائيل بالشمال يعني بجنوب لبنان بعد العجز عن حسم معركة غزة والاكتفاء باتكاب الإبادة والمجازير عم يوجه الاحتلال رادار الاهتمام على جنوب لبنان ليقدر يأمن على الأقل عودة الناس حين لمنطقة الجليل الجنون الإسرائيلي بتوسيع جبهة جنوب لبنان وارد ومن الجنون الاستخفاف فيه بس حتى نتانياهو ورغم تهديداته ما سكر الباب على الطرق الديبلوماسية لعودة الناس حين بدرخ زور وبدرخ آخرت أناخو نرزير إتبتحون لتصفون